تنطلق بعد غدا الأحدى الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجيجيسو المخصصة لمنافسات فئة بدون بدلة في كوكاكولا أرينا بدبي وتستكمل هذه الجولة النجاح اللافت الذي حققته الجولة الأولى من البطولة التي أقيمت في مبادلة أرينا بأبوظبي وتستقطب الجولة الثانية مشاركة لاعبين من فئات الناشئين والشباب والكبار والأساتذة بدءا من عمر عشر سنوات وهي المرة الأولى التي تشهد مشاركة فئة تحت 12 عاما في منافسات دون البدلة لتساهم هذه الخطوة في مضاعفة أعداد اللاعبين وتوفير منصة لتطوير المواهب وسقل المهارات في الفئات السنية الناشئة